ايه موضوع كنيسة المجدلية في القدس؟ عشان نقول ايه موضوع كنيسة المجدلية في القدس نقول انه فيه واحد اسمه اللي هو مقارا النبراوي ده كان قريب البابا بالجسد وهذا الرجل سند البابا مسندات حلوة جدا لما أديورة اتخربت والبابا عايز انه يعني يعيد ترميمها ويشوف المنشوبات عايزة ايه وقف جنبيه مقارا النبراوي وقال له مالي كله تحت امرك وكان انسان دين وخير يعني ومش كده وبس ده كان يبعت لكنيسة اسكندرية ما تحتاجه لانه فيه واحد شماس كان تطول على البابا بالبعض الالفاظ كان يبدو انه طالب منه مال فالبابا يعني قال معيش لانه فعلا كان رجل طقي وكان لا يملك كوت يومه زي ما بقوله يعني فقال له زي كوتش هتدفع لنا ترجع لديرك طبعا عيب انه يتطول على البابا بهذا الشكل فالبابا قاله الله يفصل بينه وبينك فبيقولك لم يصل الشماس الى بيته حتى اعتراخ مرض ومات بعدها بعدة ايام فهنا مقارا النبراوي لما سمع كده بسبب كده ممكن تحصل مشاكل الاماد دي كناس اسكندرية ومش كده وبس ده في البنوانين اللي هي بلده الاصلي بنا كمان كنيسة كان باسمه ابو مقار وحصل ابدأ معاه معجزة لانه راجل طقي وحل كان ليه ابن وحيد وهذا الابن مات وهو صغير فالرجل كان يسق سق عمياء في قوة صلاة البابا ياكوبس اعرف مثلا زي من الناس الوقت كتحب البابا كان له السادس كده وتؤمن بمعجزاته وتشفع به وعندها ايمان به فهو مقارا كان يسق في البابا ياكوبس وكده فبيقولك بكل ايمان حمل الولد وذهب به الى البابا ياكوبس قال له ابنك هو وانت حر فيك قال له انا راجل ضعيف انا راجل قال له نعمة ربنا فيك فيقولك انه حط الصليب وصلى على رأس الولد ورشم الصليب على قلبه وعلى بطنه فيقولك الولد لقوه شهأ وام رجعت له روح ودي كانت معجزة بقى من اقوى المعجزات اللي عملها البابا ياكوبس في هذه الفترة ودي زودت يعني مهبته عند الناس لدرجة انه مقارا لما شاف كده مش عارف يعمل ايه مش عارف يعني يقول ايه فقال له انا تلت صروتي هديها للمحتاجين واللي تعوزه من اي حاجة للكنيس انا تحت امرك وهنا بقى مش اهتم بقى بكنيس اسكندرية ولا كنيس الوجه بحري وفي مصر بس لا ده كمان ساعد في ترميم قبة كنيسة القيامة في القدس وفي هذه الفترة لما ساعد بطرة كروم كمان كلام ده كتبه واحد من الروم اسمه شحادة نقولة كتب كتاب اسمه تاريخ كنيسة ارشاليم فبيقول انه بطرة كروم في هذه الفترة انتهز الفرصة وحصل على تصريح من الحكام المحليين في القدس انه يرمم كنيسة القيامة بخصة الابة وساعده انسان ابتي اسمه ماكاريوس وهو مقارة في الرومي وفي اليوناني ماكاريوس ده واحد بيشهد ليه من خارج كتابنا لقباط ومن خارج كنيستنا يعني فانتهز الفرصة انه يبني كنيسة صغيرة للأقباط داخل كنيسة القيامة وسماها كنيسة مريم المجدلانية او المجدلية وبناها فين بقى بناها في شمال الابر المؤدس في نفس المكان اللي ظهر فيه رب المجد المريم المجدلية شو بقى عظمة يعني المكان وقدسته وفعلا بنا هذه الكنيسة في هذه الفترة وده مذكور في تاريخ البطاركة في سيرة البابا ياكوبوس يعني انه من ناحية ساعد بطرة كرومة الارتودوكس على ترميم الكنيسة كلها ومن ناحية اوجد لابناء كنيسته الابطية مكان اخر فيه داخل كنيسة القيامة طبعا بالمناسبة انا عايز اقول ان احنا ليننا حقوق وليننا مزابح وليننا اماكن وخناديل داخل كنيسة القيامة ممكن نتكلم عليها بعد كده تفصليا يعني لكن هل يعني السؤال دلوقتي هل اللي بيروح القدس يلاقي الكنيسة دية في ايدينا اقول له لا للأسف مصرها ايه؟ مصرها انها دلوقتي حاليا في ايد اللاتين اللاتين اللي هما كاتوليك الغرب كاتوليك الغرب ومعروف انه اللاتين لم يدخلوا مدينة الخدس ويتملكوا فيها اي املاك الا بعد الحروب الفرنجة او الحروب الصليبية من هذا الوقت ومن هذا التوقيت اصبح لهم بطريار كيلاتيني كاتوليكي يدبع روما في القدس واصبح لهم املاك طبعا هذه الاملاك كان الاول في ايد الكنيسة الارتودكسية لكن اصبح لهم يعني مثلا خدوا من نورمو الارتودكس نص الابر المقدس مدخل الابر اسمه معبد الملاك ده في ايد اللاتين ودخل القبر حيث المتجع اللي تجع عليه السيد المسيح ده في ايد الارتودكس فاصبح لهم املاك اه يعني ده موضوع يطول شرحه بس انا بشير بس اشارة فبرضه من ضمن الحاجات اللي اخدوه من الاقباط هي كنيسة مريم المجدلي فهي الان وما زالت هي عبارة عن شبل كده يعني كنيسة صغيرة على شمال الابر المقدس دي كنيساتنا اصلا اللي بلهنا مقار النبراوي ولكن اخذت مننا في عهود لاحقة بعد الحروب الصليبية حيث هي حاجك كتير اتخذت مننا يعني لو بصينا للحاجات اللي حضرك بتشير ليها على مر العصور يعني ممكن اشير لك في عجالة الى بعض الاماكن والمقدسات اللي اتخذت منها في عجالة يعني حاضر معانه مش موضوعنا لكن اه يعني بس عشان اه اه في عهد البابا كيرلوس الثالث ابن لقلق رقم خمسة وسبعين اخذ مننا دير اسمه دير ماريليان على طريق القدس بيت لحم ده موجود موجود ده سمش في ايدينا اخذ مننا الاخباط اه عندنا في القرن 19 منطقة اسمها المصبنة كانوا بنزلوا فيها المصبنة والحكورة دي مناطق كده كانت في ايدينا الاخباط واخذت مننا كنيسة مريم المجدلية اللي كانت داخل كنيسة القيامة ايضا اخذت مننا وفي العصر الحديث اخذ مننا دير السلطان وكلنا عارفين قصته وكلمنا عنه كتير غير بعض الاملاكة التي كانت تقع خارج كنيسة القيامة نتيجة احيانا يعني اقول ايه المواقف السياسية او الضغوط على الكنيسة او عدم قدرة الكنيسة على انها تصول ممتلكاتها فاخذت مننا احجات كتير يعني ان شاء الله ممكن نخصصتها حلقة دي اه ممكن نخصصتها حلقة وخصوصا اننا كتبت عن هذا الموضوع كتاب اسمه حقوق الاقباط في مدينة القدس وده وده لسه هي هتنشره مكتبة الاسكندرية انا اشرت لهذا الكتاب قبل كده لكن هو كتاب اكاديمي موسق اه وثيقة طبعا اه موسق وتنشره الدولة يعني مكتبة الاسكندرية دي جهة حكومية فالدولة هي اللي هتنشره وهو تراجع كمان مراجعة علمية ومراجعة لغوية ومراجعة مراجعة ونقدر نرجع له في اي مسألة يعني وان شاء الله لازم حضرك بتقول ممكن نخصص حلقة عن أملكنا في القدس سواء الحالية او الصابقة او الزت منها بالصابت يعني ده هتقب فيها تشوك كبير او الزت منها